أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن علاقات شراكة الاستراتيجيات الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند إلى عمق تاريخي وتعاون ثنائي مستمر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات منويها بأهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك نحو تعزيز العلاقات وتنميتها بما يلبي التطلعات ويعود بالنافع على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم عن بعد سعادة السيد جاستن سيبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على الجهود التي بذلها السفير الأمريكي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو مجالات أوسع متمنين سموه كل التوفيق والنجاح لسعادة السفير في مهمه المقبلة وجرى خلال اللقاء استعراض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب السيد جاستن سبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام متواصل لتوطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والإزدهار